راسخا في ذاكرة العراقي الحديثة بات مفهوما أن نقص شحنات الغاز القادم من إيران والنزاعات والفساد وسوء الإدارة في الحكومات المتعاقبة أسباب لانقطاعات الكهرباء عن أموم محافظات البلاد يعرف هذا جيدا في بلد لم تتطور فيه المنظومة الكهربائية بفعل الحروب والفساد كما يؤكد أهل البلاد إلا أن دوامة استهداف أبراج الطاقة في توقيت زمني مدروس كما في كل موسم في الصيف يصنع تساؤلات جمع حول من ولماذا يتم تفجير تلك الأبراج والإجابات عند أهل الاختصاص في المراقبة لما يدور إجابات عدة فمنهم من يرى أنها دوامة عصابات الإرهاب الداعشية التي تستغل الفراغات الأمنية ومنهم من يجد أنها استغلال لإحداث زعزعة استقرار على يد من يريدون تفشيل جهود الحكومة أما الحكاية الأكثر انتشارا في أسباب الاستهداف تذهب معظمها إلى أن السلاح المنفلت الذي ينتشر في يد نفوذ إصابات مهيمة على بعض المناطق يعيدون تكرار الحوادث الأمنية لفرض سطوة كسر هيبة الدولة ويعيد هذا للأذهان ما عانته البلاد من سلسلة أعمال إرهابية استهدفت خطوط الإمداد والأبراج لتأزيم مشكلة الكهرباء عام 2021 ما قد يعني بصورة أو بأخرى أن عملية المراقبة الأمنية للأبراج تحتاج بحسب محللين إلى خطط عملية شاملة لجميع خطوط الكهرباء لأنها خطوة لا يمكن تنفيذها عمليا وذلك لعدم منطقيتها في ظل المساحات الشاسعة التي تحتاج إلى جيش كبير من المراقبين واستنفار أمي ضخم وهو ما يتطلب من الحكومة إيجاد حلول ناجعة تقف في وجه السلاح المنفلت من جهة ومحاولات إفشال العراق الذي يبحث شعبه عن نهضة في الكهرباء والماء والخدمات كافة ترجمة نانسي قنقر